مهرجان نعمان السينمائي الأول أول مهرجان فعلي بعد جائحة كورونا وعنوان المهرجان أول فيلم مع نادة دوماني مديرة مهرجان نعمان السينمائي الدولي أهلا وسهلا فيك صباح الخير شرفتك صباح النور شكرا على استضافة أهلا وسهلا شرفتنا ستي أول شي شكرا على الجرأة يعني بعد الكورونا هذا أول مهرجان فعلي عم بصير ولكن أكيد رح نحكي في التفاصيل تتطبق في كل شروط التباعد الاجتماعي لأنه رح يكون فيه أول درايف ان سينما في الأردن أول تجربة وأيضا رح يكون فيه عروض في الهيئة الملكية الأفلام وأيضا هي عروض خارجية ولكن بحب تحكي لنا عن المهرجان لو سوحت هيك بشكل عام بداية يعني صراحة فكرة المهرجان بدأت قبل سنة يمكن أو أكتر أول فكرة جاءت من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام نعم أنه لازم يكون فيه مهرجان دولي بالمعنى مفتوح لعدة أنواع من السينمات أو من الأفلام المشاركة وأيضا بمشاركات عالمية وبلجان تحكيم عالمي وبضيوف وبجوائز إضافة إلى بعض النشاطات المخصصة لصناع الأفلام نعم يعني نحن أملنا أنه هيدا المهرجان يحاكي المهرجانات الموجودة اللي نعرفها بالعالم طبعا فيه فعاليات مهمة جدا بالأردن المهرجان العربي كان بالهيئة الملكية للأفلام كيف مهرجان كرامة لحقوق الإنسان مهرجان الأردن الدولي لوزارة الثقافة بس إن كلهم عندهم تخصص مخصص للأفلام القصيرة نعم أو مهرجان أوروبي ولكن هيدا كان مفروض يكون يعني بمعنى شامل أكتر ومفتوح أكتر نعم وكان من المفترض أن ينظم بشهر نيسان الماضي طبعا حظر كورونا ورجعنا فكرنا وكان فيه تردد لإعادة تنظيمه لشهر أب ولكن كان فيه إصرار من طرف المنظمين أنه لا فيه ضرورة لهالنافذة الثقافية بهالوقت بالذات لعدة أسباب يعني بدون ما نحكي أنه بيكفي نذكر قداش كان فيه تعطش للناس لأنه يحضروا أفلام يقرؤوا كتب يروحوا أونلاين نعم على زيارات افتراضية ببعض المتاحف أو ببعض الأماكن وأعتقد أنه من الضروري يكون هلأ موجود هالمهرجان مثل ما ذكرته وأول مهرجان أعتقد بالعالم يعني يتم بمهرجان سينمائي يتم بطريقة فعلية فيزيكال مش أونلاين نعم يعني أكتريت المهرجانات مرأة أونلاين ونحن مصرين على أنه يكون فيه وجود هلأ طبعا مش وجود بصالة سينما لأنه صالة السينما لا تزال مغلقة وللأسف نعم بالفعل للأسف لأنه كمان هيدولي فرص ثقافية ما بعرف ليش مش معطينها الدور اللازم أو الإمكانيات اللازمة فاستحدثنا موضوع سينما السيارات درايف إن وأيضا المسرح الخارجي للهيئة المالكية الأردنية لأفلام الدرايف إن لحيكون بمنطقة العبدالي وهأول مرة بعتقد بالأردن لحيكون فيه هيك نوع من العروض نعم بما أنه يعني كل محاور الموضوع هي مثيرة للانتباه وحلوة وجميلة أنه نحكي عنها ولكن سينما لدرايف إن بما أنه نحنا كنا نشوف هاي السينمات بالأفلام من زمانه نحنا صغار وكنا نتمنى أنه يوم الأيام يصير فيه عندنا هاي التجربة في البلد فهي فعليا صارت تحكي لنا عن شوي هيك حيثياتها كيف رح تكون لو سمكتي صحيح كثير كانت منتشرة بالستينات وبالسبعينات ولكن هلأ عادت يعني مع كورونا رجعت ببعض الدول الأوروبية ببعض الدول بالمنطقة أيضا نرجع عمله سينما للسيارات هو بالواقع اللي حيكون الواحد بالسيارة بتشتري بطاقة للسيارة اللي حيكون البطاقات إن شاء الله نبدأ ببيعها اليوم على موقع المهرجان عبر تطبيق سجلني موقع المهرجان www.eiff.co سعر البطاقة زهيد نسبيا يعني 6 نانير بس السيارة ممكن يكون فيها ثلاث أشخاص حلو شاشات كبيرة شاشات سينمائية مش LED screen شاشات سينمائية بمواقع العرض وإمكانية طبعا يعني الصوت بيجي من ترددات الإذاعة إذاعة الأف أم حلو فلحيكون في ثلاث مواقع ثلاث أفلام تقريبا متزامينة على الساعة 8 في مسرحين الساعة 8 ومسرح الساعة 8 ونص إضافة إلى المسرح الخارجي مثل ما ذكرت حضرتك بالهيئة الملكية الأفلام يلي محافظين فيه برضو على التباعد الاجتماعي يعني بحكم اللي حيكون في متر ونص بين كرسي وكرسي بالهواء الطلق وحب نوه أنه نحن اللي بهمنا بالنهية والمحتوى وصحيح تجربة جديدة وفريدة وكلنا حابين يعني نختبرها بس المهم هو المحتوى الأفلام هي جميعها أفلام تعرض لأول مرة بالأردن أفلام مهرجانات أفلام من إنتاج 2019-2020 أفلام معظمها هي الأعمال الأولى للمخرجين ومنوعة من 31 دولي ولكن الفئات التنافس هي فقط للأفلام العربية اللي حتنظر فيها لجانة تحكيم دولية جميل جداً ستي ذكرت المحتوى نحكي عن الأفلام لو سمحت يعني أفلام ما يميزها مع شعار المهرجان أنه أول فيلم ففعلياً هي أفلام إنتاج 2019-2020 فكلها أفلام جديدة ومحتوى هاي الأفلام نوعية هاي الأفلام لو سمحتين أول فيلم هو أكتر إشارة إلى أنه أول فيلم للمخرج بها المعنى المحتوى فيه عنه وثائق روائي وقصير ودولي يعني هو وثائق روائي دولي وعربي وأفلام قصيرة عربية وسعداء جداً أنه فيه مساهمات أردنية يمكن تأخر شوي كمانا إقامة مهرجان من هالنوع يقدروا يكون في صناعة وطنية بالملد قبل ما تقدر تعمل يعني مهرجان باسم البلد نحن ما بدنا بس أفلام جاي من بره في عنا مساهمات أردنية الأفلام مثل ما قلت هي كلها مغرب تونس 31 بلد ولكن كمانا في عنا بعض الأفلام العالمية اللي من كولومبيا من طبعاً من فرنسا من برازيل من عدة دول مشاركة من إيران عدة دول مشاركة أعتقد أنه سيكون تفاصيل كلفة الموجودة كمانا على الموقع للمهرجان مهرجان عمان السينماء الدولي كل تفصيل مع كل الجوائز مع السينوبسس مع التريلر طبع الفيلم لا يكونوا الناس يقدروا يختاروا شو بيحبوه حلو والعدد وللأسف عدد السيارات يعني الممكن تستضيفوا كل باركينج مش كبير كثير فبتأمل أن يكون في سرعة بالتسجيل أو بيبيع التذاكر كما أنه الهيئة الملكية التذاكر مجانية نعم طبعاً ما فيه سيارات لا يلي ما عنده السيارة في الهيئة الملكية التذاكر مجاني ولكن فقط لازم يحجز المقعد نظراً لمحدودية عدد المقاعد نعم نحن يبدو أما الفقرة صراحةً مهمة الوقت عم بطير كتير بسرعة فما معنا وقت كتير ولكن في النهاية لو سمحت يا حضرتك تحكي لنا عن الأشياء اللي عم بتصير مع المهرجان يعني مثلاً لجان التحكيم الفرص اللي عم بتكون لمخرجين أردنيين مثلاً من ورشات عمل للأشياء اللي عم تمشي مع المهرجان شكراً هو صراحةً فيه بموازات عرض الأفلام في عنا شيء اسمه أيام عمان لصناع الأفلام اللي هي مجموعة من ورشات العمل والندوات وأهم شيء منصات للتصويق منصتين لتصويق الأفلام الأردنية قيد التطوير والأفلام العربية في مرحلة العربية بما فيها الأردنية في مرحلة ما بعد الإنتاج بهالمنصات في عنا 14 مشروع لحيحظلوا أيضاً عجوائس أنا أحب أكد كماناً أن المهرجان هدفه مش بس عرض أفلام هو أيضاً دعم صناع الأفلام اللي عم بشتغلوا على مشاريعهم وأيضاً من خلال الجوائز اللي حسلموها الفائزين بعروض الأفلام من أفضل فيهم رواية أفضل فيهم موثائق إلى خيره لحيكون هناك في جوائز جائزة السوسن السوداء أيضاً طبعاً السوسن السوداء وهي الزهرة الوطنية للأردن والمنحوطة من صنع الفنان الكبير الأردني مهنة درة وفي جائزة نقضية فكماناً يعني الهدف من المهرجان هو دعم صناعة الأفلام اللي هي أساسية ركن أساسي بالثقافة حالياً نعم نعم مئة بالمئة ستة منتمنى لكم التوفيق شكراً جزيلاً لو وجودك معنا أول إشي منتمنى لكم التوفيق في هذا المهرجان شكراً لجهودكم الرائعة في المحافظة على السينما وإنعاش السينما سواء المحلية أو العربية أو العالمية منتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله شكراً لكم ولدعم أهلاً وسهلاً شرفنا فيك